أصدرت محكمة أمن الدولة أحكاماً بحق ستة من المروجين المتعاطفين مع إصابات إرهابية وصلت إلى الوضع بالأشغال الشاقة خمس سنوات الأحكام أعلن عنها خلال جلسة علنية أدانت المحكمة فيها خمسة متهمين بجناية الترويج لأفكار جماعة إرهابية كتنظيم داعش الإرهابي وجبهة فتح الشام النصرى سابقاً ومتهماً آخر أدين بالالتحاق بتنظيم إرهابي في سوريا